تدعيات الانتخابات البلدية في بلدة كفرمان الجنوبية لا تزال تتفاعل والخلاف بين أقطاب حركة أمل في البلدة لا تزال قائمة وآخرها أشكال حصل ليلة الجمعة بين آل غبريس وشخص من آل ظاهر وخلفيته المباشرة تعليقات على الفيسبوك طالت رئيس البلدية الأسبق كمال غبريس من وقت الانتخابات لها وبعدنا عم تطاولوا علينا على الفيسبوك يومية مش هيكين وضلعونا حرمية طلعونا سرئين وكل العالم تعرف هيكي تخنت الأمور طفح الكيل ما عاش تزبط الأمور إلا هيك عشيرة بد غبريس كلها هجمت علينا أنا قاعدة برا أنا وسلفتي عم بشرب قهوة قاعدين هيك عشر ساعة ثمانية بيجي حسن غبريس بعيت لزوجي بيستدرجوا لبرا بقل له يا علي بدي أحكي معك كلمة بقم بقل له أنا محد كل شيء عن الفيسبوك وأنا بيعتذر منكم وحقكم على راسي بيجوا سستعشر سيارة مسلحين عامنين متل ودي الدئاب حسن شقيق كمال غبريس تواجد أثناء وقوع الإشكال ومن وجهة نظره فأن التطاول كان كبيرا ولم يستطيع السيطرة على فورة غضب الشباب نحن نزلنا براحة أنه طاول وروءه ما كانت رؤوا الأمور ونحن نعلم مع شيء سواء أكثر من هكي يصير على الفيسبوك عطول ما التواصل ما التواصل ونحن خلونا حرمية وفي عيلي في عيلي طويل عدد عيلي بتغبريس وانت بتعرف جيد بتضيعة الحش كمال غبريس قالوا ناس كتير بتضيعة شو بدي طالب الدولة شوان في دولة لو في دولة ما بتتركهم كانوا ليصفوا بعضهم والعالم كله عم تدقل الدرك الدرك قالوا خلوينوا يصفوا بعضهم بس يصير في عتيل خلاص بتنزل الدولة وانا جايب تقرير طبيب شرعي ويهاب اللي ضربني الإشكال تخلى له إطلاق نار كثيف ويظهر الفيديو الذي حصلت عليه الجديد عددا من المسلحين التحقات موجودة والسلح موجود كله بالنبل العامة هلأ عند الدرك وفيك كوة أمنية طبعا قلنا نسلح نحنا ما معنا نسلح فيه قانون جوزي إذا حكى شي على الفيسبوك حقهم بروحوا بحاسبوا قانون في دولة في تشهير سمعة بيرفعوا على تشهير سمعة بس ما بيهجموا 15 سيارة على بيتنا تطلع شو عملوا صار قطلق نادر الساس كان مثل الشتة علينا قلت لهم ما زالكن انتوا رجال طريق سوريا مفتوحة روحوا فضر ساسكم بسوريا مش علينا نحنا القوى الأمنية تحركت بعد الإشكال والمدعي العام في النبطية أوقف خمسة أشخاص من الطرفين في حين توارى عدد من المطلوبين عن الأنظار جوزي ما بيحق لهم يوقفون إذا هن بدون يحكوا قانون جوزي هن ليهجموا شايف لو جوزي رح على بيتهم أو جوزي تعدى على بيتهم أنا معهم أنا بيجي ضدوا لجوزي معلومات الجديد تفيد أن تدخلات كبيرة تحصل لحل الإشكال ولإطلاق سراح الموقفين في حين أن التخوف كبير من تداعيات هذه المشكلة خصوصا أن سببها قضايا تتعلق بعقارات ومشاعات سيتم الحديث عنها لاحقا ترجمة نانسي قنقر